أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تمتلك العديد من الطرق والمحاور خاصة في المناطق السحروية والتي تحتاج للعمل بمنظومة الرأي تحت السطحي للمساعدة في توفير المياه وخلال لقاء عقده رئيس الوزراء مع أحد مسؤول الشركات المتخصصة في مشروعات منظومة الرأي تحت السطحي وجه مدبولي بإعداد دراسة ومقايسة لتكلفة تشغيل تلك المنظومة وضرورة وجود تعاون وشراكة مع مصنعين مصريين لتصنيع مستلزماتها بهدف خفض تكلفة قطع المستلزمات اللازمة للتشغيل